تفريز الدوالي رولات بالنيلون بدنا ورق عينب أخضر فرش هلأ موسم هلأ موسم التفريز اتأخر شوي خلص بتروح عليك نايلون شفاف خاص بتغليف الأطعمة الرول تفريز الدوالي كمان بحاجة لتدويب التلج بدنا ماء ساخن فقط بدون غلي الورق ما بنغلي لو هو أخضر ولو هو مفرز بس مي ساخن حشوة اليلنجي على طريقة الشرف هاي طريقة الخاصة اللي هي رز حبة قصيرة بده يكون منقوع ومقصول ومصفة بقدونس مفروم ونعنع أخضر فرش مفروم وما تكتري بمرر بندورة مؤشرة ومفرومة ما تحطيها بإشرها توم مهروس مش كتير نكهة بصل مفروم ناعم على الآخر يفضل على محضرة الطعام دبس رمان حسب الحاجة ما تكتري شطة حمرة حارة عشان يعطي لسحة خفيفة إذن عراس المعلقة رح نحط طبعا هي اختيارية بتحبي أو ما بتحبي عصرة الليمون بداخل الحشوة مش على الوجه من برا زيت زيتون ملح وفلفل بهاري مشكل كمون ودبس فليفلة يلا هنحكي عن وراء الدبالي بشكل سريع هذا اللي بتشوفيه بالأسواق عند الخدرجية بسموها الشرحة الشرحة اللي هي فيها 250 جرام ما يقارب وقية ممكن 300 جرام بعض الباكيجينج لبعض الشركات طبعا تحية لكل المزارعين تحية لأهل الغور تحية لكل حدا بيزودنا بهالمادة الغذائية وبيعطينا إيها بأحسن إنتاج هلا أنا مش كل ورقة مسكرة هلا الورقة المسكر هو أحلى إشي للتفريز الورقة المفتحة من هون ومن هون ومن هون ومن هون بنحكي عنها المشرفة هاي المسكرة هي أحسن إشي للتفريز هاي العنبة عنبة سودة يعني العنب الأسود دايما ورقها حامض كتير وورقها كتير أطيب ولكن على الطبخ بغمأ شوي أكتر من الحب الشقرة اللي هي العنب الأخضر هذا واحد اتنين مش كل ورقة ناعمة بالسوق وملسة والله هذا فرش وزي الريحان خليني أشتري لا فيه بالسوق ملس بيكون اسمه ورق التوت كيف أنا كستبيت أعرف الورق البلدي من ورق التوت الورق البلدي بيكون فيه هاي العروق واضحة لو لفيتي على الجهة الثانية بتشوفي العرق اللي هو عرق الدالية عرق الدوالي ورق التوت الناعم ما بيكون شكله بهذا الشكل بيكون شكله مثل الهرم بيكون من هون الورق مبوزة سبحان الله بيكون ناعم كتير على الآخر ومن الخلف ناعم كتير حتى العرق هذا ما بتشعر فيه هذا ورق التوت ما بيستوي بيظل فيه عروق بنكتش على الطبخ والأهم بأنه بصير أسود كحلي على الطبخ ما بنشرع ما بنحط في بيت مني وعلي تمام؟ هلأ هذا الورق أنا جبته من السوق بهالشكل شلنا الأمع منه نظفناه غسلناه والأمور تمام أنا عندي اليوم طبخة محاشي وموسم دوالي وزوجي طلب مني أو جايين أهلي عندي على الغداء وبيدي أنا أطبخ من هالورقات مباشرة للطبخ بنحمله أخضر بعد ما نشيل الأمع ونجهزه بهالشكل وبنروح فيه على المي المغلية مباشرة على المي المغلية بنزله ولا زيت ولا لمون ولا ملح ولا إشي بنزل الورق بهالشكل ومنمسك كفكيرو ونضل نضغط بالورق للأسفل مش مجرد ما تطرى الورقة بشيلها أول ما يتغير لونها بشيلها فرح أخليه بهالشكل بنزل من الأسفل للأعلى برفعه برد بنزل بالورق بهالشكل وبضل ضغطه عليه هذا أنا إذا بدي أحشي أفرش موسم تفريز وأنا بهمني مونة البيت وبيدي إشي ما ياخد مني مساحة لأنه أنا راس مالي فيها البيت هالفريزر جررين ورف لا عندي العمود ولا غيره فأنا بتدبر حالي قدر المستطع أفرز ملوخية وبامية وفاصولية إلى آخره ورل التغليف تبع النايلون الشفاف المغلب فيه الأكل هلأ طريقة التغليف فيها شغلة واحدة إذا عملتيها بوزبط معك إذا ما عملتيها مش رح يزبط معي تمام فأنا رح أجهز هون النايلون ونشوف معنا طحين وسميد الجمل اللي موجود بعدة تعبئات موجود بالأسواق في منه اللي هو طحين الزيرة وطحين متعدد لاستعمالات لطحين المدعم بفيتامين دال هاي عم يظهر أمامك الكيس الأصفر وطحين أسمر كامل وفي منه طحين الجمل اللي هو طحين الزهرة اللي كلنا بنحبه وبنستخدمه في بيوتنا بالإضافة إلى وجود السميد السميد منه الناعم والخشن والفرخة أما بالنسبة لغوستو فهي نودلز بالإضافة إلى باستا العديد من أشكال الباستا البنة والسباكتة إلى آخره ومنتجات الكسيح متواجدة بالأسواق بكل المحال التجارية أما بالنسبة لقهوة نجدية فهي قهوة من مدينة نجد بالسعودية تحية لأهل نجد جميعا وأهل وسهل فيهم قهوة سعودية شقرة صراحة كثير زكي أهوتهم بس أنا مع أنك تغلي على الغاز وتخليها تركز أحسن من أنك تسكو بيها مباشرة في الدلة أو حليب زين الباودر المجفف من أهل الدار أصحابنا وحبيبنا شركة دلتا الصناعية تحياتي لألهم تغير لون الوراء هاي ممكن تلاقيها من هون تغيروا من هون أخضر ارجعي رجعيها بالمي وارجعي ارفعي هذا على الطبخ هاي هذا أول إجابة على سؤالك يا أم محمد إذا كان أخضر كيف أتعامل معا تمام؟ بتجيب الورقة وبتلف فيها بعدين بعد الاتصال خلينا نشوف الفرن عشان إيش تكمل الطبخ معنا اليوم قالوا صباح الخير يسعد صباحك ستة علا الله يسعد هالصباح الحلو أهلا وسهلا وميت مرحبا معاك دجان أبو حياني الحسان يا تجان ما أحلى اسمك يا تجان المرة الماضية حكيت معاتي بطبخة الرز الحجازي مرة حكيت معي شو حكيت معاك المرة الماضية لما كنت تعمل الرز الحجازي لمعاني نعم وهاي المرة كمان حابة أشكرك على الطبخة الطيبة كتير اللي عم تعمليها حبيبتي تجان أهلا وسهلا وسهلا فيك يعني هي الأكلات المفضلة لدينا بالأردن تجان الفرن ما عم يخليني أسمعك سكرت الفرن تعالي حكيلي يلا هيني معك قولي أول شي حابة أشكرك على الورق العنب العم تعمليه كتير طيب نعم وحابة أول شي كمان أهني جلالة سيدنا نعم والشعب الأردني بعيد الاستقلال نعم وكمان بزواج أميرنا الغالي الأمير حسين إن شاء الله بالرفاع والبنين هذا عرص كل الأردنيين بالضبط هو عرص كل الأردنيين والأردنيات إن شاء الله يا رب الأعراس والأفراح معبية ديارنا ودياركم ومملكتنا الحبيبة دائما مبسوطة بأبنائها وإحنا كمان بنهني والل العاهد وندعيله دائما يا رب يعني أحلى إشي إنه إحنا عملي مش بشي بشوارع البلد وعم نستشعر بفرح الأردنيين والأردنيات بكل زوايا وبقاع المملكة شيء شعله فعلا مبهج لسه أنا مبارح بيني وبين نفسي بقول يا رب دائما يكون في عنا أفراح على قد ما فيه هيك مشاعر غريبة عجيبة بكل مناطق المملكة يا رب الله يهنيه ويتمم له على خير أصدقائي نستكمل حديثنا جبنا وراء الدوالي ونظفنا وجهزنا دائما قديش حجم الصفطة حسب أنت شو بتستخدمي لبيتك طبخة يعني فيه ستات صفطة واحدة بتكفيها وهم نفرين بالبيت وفيه ستات بتعمل لطبخة أنا دائما بين البنين يعني حسب ما يطلع معاي الرل صح هذا هو الورق ما رح أحطه على وجهه هاي أول نقطة رح أحطه هيك بالعكس تمام حطينا على الورقة بدك تطلعي من هون 2 ل3 سانتي من النايلون هلأ أنا ما بلي فرل شكل سريع هذا النايلون بده يفوت جوه اللفة عشان تزبط معاك لما تفكي بدون ما يتكسر كمان مرة نحط الورق بدنا نبعد تقريبا 2 ل3 سانتي هايوا على شوفي قديش أنا بعدت هلأ هذا النايلون بده يفوت جوه اللفة هاي النايلون صاح ها اضغطي من الأطراف اضغطي ولفي اسحبي كمان شوي وارجع لفي كمان لفتين رول فقط تمام صار في عندي رول من الورق العنب بقطعه بهالشكل بلف بعدين هاي مش تقصيها ولا على الآخر بدك تلفيها شوي وتخلي الأطراف براحتها بس بدي أخد الأطراف معاي ليش بأخد الأطراف معاي عشان ما يتكسر معاي وراء العنب أجه واحد طال له حبة أيسي كريم حطوا حبة عصير بالفريزر ابني مستعجل طال بده يقلي له حبة نيجت فهاي الأمور بتخلي تفريز معاي يقرب وستة البيت بتتنكد لما تفريز الفريزر بيقرب فإذا أنا جبت أطراف النايلون ونزلتها هيك وخليت الأطراف زي ما هي هيك مثلا وخليت هون في فضاوة هادي الأطراف رح تتكسر وأنا بحط لحمة وجاج وطولة طبخة منصة في الأمور هاي فأنا بجيب بشد وباخد معاي الأطراف بحميها في النايلون طيب طب أنا شو بدريني هذا الاشي رح يزبط في الطبخة أكيد أنا جبت لك جاهز من بيتي مفرز فرزته في أول الأسبوع القادم معنا اتصل خلنا أجيب الفريزر ونقول ألو 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 أهلا وسهلا وميت مرحبا يا هلا فيك يا ميت مرحبا فيك شو أخبارك كيف ستت نورت ستتلكل نورتي عبيب بقلبي الله يرضى عليك شو أخبارك كيف أمورك؟ يسعدك حبيبتي القلب مشتأت لكم الله يسلم هذيك اليوم عملتك أنت العجينة اللي حسيت فيها الشاش زي المسخن العجينة الكاليزوني مسخن بالضبط نعم فأحيانا ممكن الواحد يكون عنده عزومة ويزيد من وراهم الجاج ويصير نعملهم بس أنا بحث أنه بزنخ عملتها مرة وزنخت معي بدك ما يزنخ سؤال يعني ذكي جدا وأنا شخصيا بشكرك عليه كيف ما يسنخ الجاج اللي يزاد معاي قبل بيوم؟ سخنيه على البخار طنجرة المفتول أو على مصفاية وتحتي المية بعيدة وخلي البخار يقلب البخار بفوت جوه الدجاج لا عرضته لنار مايكرويف وفورون ولا حتى أنا طبخته على الغاز فيه ستات بتفكه عن بعضه حط نقطة زيته بتشوحه بيجلد عشان ما يجلد عشان ما يزنخ على البخار دايما البخار أسلم تصرف لست البيت بالتالي أنا صار عندي طبخة اليوم وطلعت أنا بسميه إقلام الورق لإقلام هلأ هاي الطريقة ليش إحنا مثلا كتير أنا ما بعتمد غيرها صراحة لأنه أنا بحطهم هيك بالفريزر إقلام في باب الفريزر إقلام كل ألم واقف قدامي بدي بسحب الألم اللي بدي يا ما بدي بيضلوا هيك أو بحطهم بهالطريقة شوفي فأنتي وين المساحة تاعت ورق الدوالي اختفت فممكن أنت توقفي إقلام وممكن تحطي فوق بعضه هلأ أنا بدي أورجيك هاي جايبتها أنا من البيت فريزر تلج طلعي لون الورق جواها كيف أخضر هذا الحكي بيضل معاك سنة طب أنا كيف بدي أطبخها هذا نايلون كيف بدي أفكه اللي بصير كلقاتي بتمسكي الألم زي ما هو وبتروحي فيها أم محمد على المية المغلية بدي هالمية تكون تغلي غلي وبتتركي أنا بس بدي أورجيكم النتيجة اللي رح يطلع فيها الورق المية المغلية رح يطر معايا النايلون بالتالي أنا رح أقدر بها اللحظة أفك النايلون براحتي بسحب الطرف طلعي الأطراف وبسحب الطرف الثاني بدي أفكه عشان تشوفوا كيف بنفكه وكيف الورق عندي أخضر مشان هيك الورق عندي طول السنة مشخص واللي بزورني بطلب مني طبخة محاشي وهي طبخة المفضلة مشان هيك بدللها صراحة طيب هلأ أنا كيف بدي أفكه هذا إذا بدي أقصه رح أكسر الورق شو الحل بفتحه طلع علي هم فتحت الطرف بدور ها فتحته لفوق بظل أدور وين رايح النايلون بهالشكل بفكه ثلج وين اللي أنا حطيته جوه؟ الله يسمحها هالشيف خلتنا نحط النايلون جوه الورق إذا شدينا هلأ رح يتكسر الورق بتعملي كمان مرة بتغطيه في المية السخنة بتطرى النايلون رح يطرى بالتالي أنا بسحبه شوي شوي على الهدى عشان أضمن الورق معاي يضل زي ما هو ما فك أصبري عليه أصبري عليه تمام الكلام؟ يعني مش المهم أنا أفرز أنا كمان مهم أعرف كيف أنا أستخدم هاي الأمور وفي بعض اللي هي الحيال المطبخيين اللي بتساعدني أنا كستبه ورود من فضلك كمان مرة شوفي شو صار التلش تكسر معاي مع المية السخنة الورق بلشت كف الجزيقات معي طلعي شو بعمل على هذا طلعي طلعي النايلون شديته النايلون طلع لأنه صار سخن معاي طلعي الورق كيف أخضر تلش ببساطة برجعه على المية السخنة وبخليه هلأ صراحة إذا أنت مش تريه أحكي لك شغله وبعد الدغري ما فيه إذا أنت مش تريه ورق العنب بهذا الموسم هلأ من السنة رح يطلع معاك زي الريحان يعني طري ونضيف ومش مغبر مش ناشف على الدالي على أمه فعرقه طري أخضر مشان هيك نقول عنه زي الريحان لذلك أنا صراحة بهذا الموسم بفرز وما بغليه على الغاز نهائياً المي الخضره والطعم والحمودة بالسلق بنزل في المي مشان هيك الورق عندك بروح طعمه وبسود بروح حمودة الورق فأنتي كستبيت ولا معلمانية عليكم حاشاكم جميعاً بتحطيه بمي مغلية وبس وخليها تغلي غلي هي بتسلق منها فيه وبتضل معاك المي صافي المي الخضره والحمودة ضلت معاي بالورق فأنا حسيت إنه لسه التلج طلعي طلعي بلا شيفوك معاي شوفي لسه تلج لا تجتهدي وتفكيه بسرعة خلي المي تغلي لحاله بمشي معي بسحب منه ورقه وبلف والله ليضل معك غير شكل بالطبخة تمام الكلام؟ هاي هي طريقة التفريز الرول أو الإقلام إن شاء الله بتعملوها بالهنور الصحة وهذا أعطي البال بالنسبة له اللي هي موضوع الورق هذا الورق إحنا سلقناه منه بدي أورجيكي كيف إنه العنب السودا بس في بعض يعني بعض الأقاويل بإنه العنب السودا ورقتها سودا فبتطلع بالثلق وبالطبخ لو طازة سودا شوفي كيف لونه أشقر هايو طلعي لونه فاتح ولا أحلى من هيك ورق بيساعدك في اللف بيساعدك طلعي ما أجمله طلعي لونه فاتح وبالماء لا بده زيت زاتون ولا بده لمون ولا في داعي لكل هذا الفيلم طالما أنا تعاملت بطريقة صحيحة أكاديمية صحيحة من الصفر إذن أنا عندي المادة رح تضل تمام حشوة اليالنجي في كتير من المطبخ على فكرة السوري أتوقع هاي الحركة اللي هي إضافة معلقة قهوة على الحشوة عن نفسي للأمانة ما جربتها أبداً وما بفكر أجربها مع إنه حدا يعني أنا واجبة بمهنتي أظل أجرب لحتى نطلع بقصص نقدم فيها معلومة ولكن على المستوى الشخصي أنا ما اقتنعت اليالنجي أنا ما بحب أحط بهارات بهار مشكل بس عشان الرز الخضرة لحالها بتقوم بالواجب هاي الخلطة أنا دقتها عند ست مقيمة بالخليج وصراحة عن نفسي بقول أبصر قديش حطها حدا بيحط رب بندورة أنا بحكي محالي بيني وبين نفسي معقول هي حطة معجون طماطم فصراحة يعني إلا هذا الإشي ما بقدر إني ما أسأل فيه فرفحت من عندها الحشوة عدت ألف معاها شعرت إنه فيه دبس رمان شميت مثلا نعم دبس فلافلة شميت أشياء كتير فاضطرت إني أسألها وأخذت منها الوصفة صراحة نعنع بمرمر لات كاتري كزبرة وشبط ما بنحط بقدونس بسيط بصل توم والبهارات بالإضافة إلى وجود الكمون نتفت الشط عراسي المعنى بتعطيكي لس عبس مش حرارة دبس الرمان بيعطيكي طعمة كتير طيبة وهيك بنكون إحنا خلصنا والأمور تماما هلأ القهوة بقولوا إنها بتخلي الرزي فتح بقولوا إنها بتعطي طعم للأمانة أنا على المستوى الشخصي عشان ما بحب أغشكم ما جربتها فما بعرف إنتوا جربوا بتحبوا تجربوا بصير أنا هون لازم أحط على صحون شوية هيك تزويئة بسيطة لحتى أضبط لكم طريقة التقديم زي ما تعودتوا علينا وبدنا دائما نستودعكم لله والله خير والحافظين دائما ديروا بالكم على حالكم ونبسطوا بحالكم وشبابكم وصحتكم وإن شاء الله يا رب كل موسم تفريز وكل موسم خير وإنتوا وعيالكم بألف خير ديروا بالكم على حالكم وبشوفكم غدا إن شاء الله تعالى وغدا في عندي ضيفة راح تسوي لنا معمول بالحلق اشي مرتب جدا جدا عمرها صغير مريم الصباق ولكن ست مجتهد على السوشال ميديا وبعد متابعة لإلها أكيد أنا بتشرف لدعم هالجيل الجديد وأكيد مطبخنا دائما مفتوح لكل أبناء الوطن شوفكم على خير وسلام باي باي